حياكم الله مشاهدين و اهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين الرئاسة التركية مذكرة الى البرلمان لتمديد عمل القوات ومحاذير من عمليات مماثلة للشمال السوري العملة القضراء مواصلة الاضراف الايداعات وشركات الصرافة ابرز الاسباب اذن مشاهدين مذكرة رئاسية تركية للبرلمان التركي عنوانها وجميع تفرعاتها تمديد بقاء القوات في شمال العراق وسوريا كاستجابة طبيعية للمخاطر والتهديدات المتصاعدة التي تحملها التطورات والصراع المستمر في البناطق المتخمة للحدود الجنوبية وهذا بحسب وصف الرئاسة التركية ورغم خطوة بغداد المتقدمة التي اوفدت وزير دفاعها لانقرة لنسج تفاهمات امنية على غرار ما حاصل مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بان الجارة الشمالية كما يبدو قد وجدت في حجة الجماعات المعارضة لها الفرصة السالحة للتوغل اكتر واستهداف امن الشمال العراقي وقد يصل الامر لتكرار مشاهد القصف السوري المدمر فجميع المقدمات حاضرة بالنسبة لانقرة اما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدين فما يزال الدولار يتمدد على مساحة الاصلاح وكم حزم السيطرة التي يطرحها السياسة النقدية جملة اسباب احدثت هزة مالية في اسواق العراق النقدية بدءا من خطر السحب النقدي او حضر السحب النقدي والمعاملات بالدولار ومنع شركات الصرافة من دخول مزاد العملة واتصالا بتقليص البنك الفيدرالي الاماركي كمية النقد الاجنبي المحول للعراق بنحو 50% وهذا ما احدث قلقا للمودعين رغم تطمينات البنك المركزي بان لهم الاحق الاصيل في استلامها ويبرر البنك هذه الاجراءات بانها استهداف لتحقيق امتثال البنك المركزي والنظام المصرفي عموما للمعايير الدولية اذا مشاهدين هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونرجو ان تبقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب دكتور من اين منحت تركيا لنفسها الحق بهذا التواجد اصلا وتمديد هذا التواجد وشرعنا تنفيذ عمليات عسكرية بسم الله الرحمن الرحيم لا يمتلك البرلمان التركي ولا حتى الحكومة التركية الصلاحية القيام بعمليات عابرة للحدود تحظل اي مبرر حتى وان كان كما يصفون هي مطاردة لجماعات ارهابية الخطورة لا تكمل في الطلب وانما النواية التي تقف خلف هذا النشاط البرلماني والحكومي الذي يؤسس لموجة ثالثة من الارهاب ولربما البعض قد يتفاجع في هذه القضية ما يحصل في سوريا وفي العراق يؤسس الى موجة ثالثة من الارهاب ولاحظنا الضربة التي حصلت في الكلية العسكرية كانت ضربة واضح جدا فيها بصمات ارهابية وقد وجهت الحكومة السورية الى جماعات ارهابية في تنفيذ هكذا عملية اجرامية عدت انتهاكا بالحقيقة للمبادئ والقيم الانسانية لا سيما انها استهدفت مدنيين الخطورة تكمل ان هذه الموجة الثالثة هي برئيس نفيضة ممكن ان نصفه بهذا الشكل من الايغور وهؤلاء كانوا الاشرس في معادلة المواجهة والاشتباكة بين وجود داعش بوصفه تهديدا عسكريا فما الضامن ان تتمدد هذه العمليات الى شمال العراق عسكريا وان تنتقل الى مناطق اخرى في العراق فاذا احنا امام مرحلة خطرة جدا فضلا عن ان ابعاد التحدي ما عاد الحديث للاتراك حديثا عن البككة وانما الان يجري الحديث عن المناطق التي يتواجد فيها الكرد اي بمعنى الاشتباك سيأخذ بعدا قوميا بين الاتراك وبين الاكراد والضربات في الحسكة وقامشلي واضحة جدا ما كان من الخطورة انه في هذا القرار وبالتحديد في التواجد في الاسرار على التواجد في العراق هو تحدي للولايات المتحدة في بعديا البعد الاول ان العراق حليف الى الولايات المتحدة ولا توجد موافقة مسبقة من قبل الولايات المتحدة فضلا عن الاستهداف في سوريا يجري في اطار استهداف قصد وقصد هي قوة مدعومة ومدربة وممولة من قبل الولايات المتحدة فاذا نحن امام معادلة غاية في الخطورة تقتضي ان تكون هناك تغيير جذري في تكتيك ادارة المعركة مع الايمان بثوابت استراتيجية العراق في مواجهة الارهاب طيب ابعاد هذا التحدي او حتى مخاطر دكتور تجدها اكثر في شمال العراق وتواجد عسكري تركي بشمال العراق لو مخاطرها اكثر في سوريا باعتبار وجود قوات قصد لايدولوجية تختلف عن ايدولوجية حزب العمال الكردستاني نعم بالحقيقة استهداف قوات قصد يدلل على ان الهدف استراتيجي القادم بعد حصول وهذا سيحدث بعد حصول اردوغان على توفيض من البرلمان انه ستتوسع العمليات باتجاه الكرد سواء كانوا في قليم كردستان العرار او في الحسكة آمشلي المفارقة الغريبة ان الولايات المتحدة منذ تبنيها لخيار العزل الحدودي بين الحسكة وديار الزور ذهبت باتجاه السعي الى ملء الفراغ الذي احدثه الانسحاب الروسي من درعة جنوب سوريا ودرعة والقنيطرة والسويدة ستصبح بشكل او باخر ضمن محور جديد يمتد العبادية الشام وصولا الى الحسكة والقامشلي لتأمين حزام ضامن لحلفاء الولايات المتحدة فإذا القضية ما عادت قضية هينة الاستهداف خطر فضلا عن كما قلنا الضربات التي بدأت توجهها جماعات توصف انها جماعات ارهابية النصرة او الجهات الاخرى باستخدام طائرات الدرون اي بمعنى حدثت وطورت من تقنياتها وقدراتها القتالية فما هو الضامن ان تمددت هذه العمليات وكسرت الحدود مجددا باتجاه قليم كردستان فضلا عن التواجد التركي فيه من المحاذير شيء الكثير وبالتحديد في القوات التي تتواجد في بعشيقة القوات التي تتواجد في بعشيقة وان تواجدت في بعشيقة ولكن بوصلتها تشير الى كركوك واذا حصل وحدث في الانتخابات متغير اي بمعنى ان يكون الحزب الديمقراطي قد حصل على الاغلبية انا ذاك سيكون هناك ناقص خطر من قبل تركيا في مسألة تحقيق امتداد جغرافي بين كركوك وصولا الى منابع البترول في سوريا في حقل العمري وكونيكان وممكن او امكانية تمددها ووصولها كمعبر عبر سوريا الى حوض البحر المتوسط وهذا يثير قلق تركيا لذلك المتوقع في المرحلة القادمة ان تركيا ستذهب باتجاه التصعيد العسكري والسياسي والاخطر من ذلك تحريك الجماعات الحليفة لها في القيام بعمليات ارهابية حضرتك دكتور ذكرت انه العراق باعتبر حليفة اماركا واماركا ايضا هي حليفة لتركيا ليش ما تتحرك اماركا تجاه هذا الامر ما الاتفاق التركي الاماركي بحسب معلوماتك او قراءتك هذا اتفاق بخصوص هذا التحرك والدور التركي في هذه المنطقة احسنت في ادارة مثل هكذا ازمة يجب ان نميز بين مسرح العمليات في سوريا وفي العراق يفترض على صانع القرار السياسي لا يفد وزير الدفاع ببرنامج وكأنه هناك استدعاء تركي لتلقي املاءات لانه تركيا واضح تقول يجب ان يعتبر العراق البككة منظمة ارهابية اذا اعتبر العراق البككة منظمة ارهابية فمعنى ذلك يقتضي ان يكون هناك اشتباك في العراق بين الجيش العراقي او البيشمرقة والاسايش مع البككة وهذا معناها سنستدرج الى حرب جبلية الحروب الجبلية من اغطر واشرس واقصى الحروب لذلك ممن مصلحتنا ان ننساق في مثل هكذا طلب هو اصلا الحكومة في كردستان في شمال العراق راح تسمح للقوات الاتحادية بالتدخل بهذا الامر والتوجه الى هذه المناطق الشمالية يعني فيه تقدير انه هذه القضية قضية تهديد سيادي وهي تهديد اتحادي فيجب ان ننظر في بعدها الاتحادي بعيدا عن وجهة نظر الاقليم لكن فيه تقدير انه آن الاوان ان نضع اتفاقية الاطار استراتيجية والاتفاقية الامنية قيد التنفيذ والسبب لانه قد تتحدث تركيا عن انه منها القوم المهدد فلا يحق لها حتى وفق المادة 51 اللي يتحدث عنها بمثاق الامر المتحدة هذه المادة بالتحديد تقول اذا سلحت دولة جماعات قد تنفذ عمليات تهدد اللي ضعب السياسي او تهدد سيادة الدولة اعنى ذاك يحق لها من بوجب حق الدفاع عن النفس في عمليات يعني هنا حضرتك راح تضحق تركيا بالتواجد العسكري باعتبار اكو تهديد الها من شمال العراق لا تركيا تتذرع بالمادة 51 وانا فسرت المادة 51 متى اذا كان العراق مدرب هذه الجماعات اذا العراق يقول هذه الجماعات لاجئة او جماعات ذات جنسية عابرة للحدود هو ما مدربها ولم مولها ولم سلحها لكن اذا مطيهم فرصة البقاء والتواجد وتحرق بحرية لا توجد ذريعة لتركيا حتى وإن تذرعت بالمادة 51 من المثاق الأمم المتحدة فالمادة 51 تقول كيف تقول اذا دربت دولة احنا لا دربنا البككة ولا احنا نرعاهم ولا احنا نسلحهم ولا ندعمهم لكن هذه حزب عابر للحدود أي بمعنى اكو بككة ايرانيين واكو سوريين واكو عراقيين احنا ما منحقنا ان نذهب باتجاه محاكمة الافكار هو يتبلى ايدلوجية ويتبلى فكر دستورنا يمنع مثل هكذا فعاليات يعطي حرية تبني الخيارات والتعددية الحزبية والايدلوجية فضل عن ان الاقليم يحظى بحكم ذاتي فلذلك الانسياق تحت هذا المبرر لان احنا نخشى ان واحدة من الاملاءات التي يتعرض لها السيد وزير الدفاع ان يقولون ان المادة 51 تجيز انها حق الدفاع عن النفس حق الدفاع عن النفس قيودك محددة بحدودك امن كتفك الحدودي بكل الوسائل المتاحة من قبلك وانا ذاك لا يعترض العراق اما ان تقتحم حدودنا وتصل الى مسافة تتخطى 150 كيلو عمقا في العراق وتفرض واقع حال على التحالف الدولي وعلى الولايات المتحدة وعلى العراق وتقول ان انا ادافع عن امن القومي فهذا الامر غير صحيح فضلا عن ان ايضا احنا كانت المادة 51 من مثاق العموم المتحدة كنا ممكن ان نستثمرها يوم كانت حدودكم تمثل تدفق لداعش وهذا بتشخيص العموم المتحدة ومجلس العمين وليس وفق رؤانا او متبنياتا ففي تقدير ان انا الاوان ان نعالج هذه القضية لانه القادم سيء وهي حتى ابواب المعالجة اكو اكو باب معالجة ديطرق حاليا يمكن دكتور احمد لكن تركيا ليجد تربط الساحة السورية والعراقية سوى نشاط البككة صح موجود لكن يختلف عن مستوى نشاط قصد مثلا هم بالحقيقة يخشون من قضية العمق الاستراتيجي للاكراد واني ليش اكدت على قضية انه ما عادت قضية الاشتباك التركي مع البككة وانما اصبح اشتباكا مع الاكراد احنا الاكراد بموجب الدستور العراقي هم جزء لا تجزء من الجسد الوطني وهم ضمن المكون الوطني لا نستطيع ان نفرط بحقوقهم ومنح حقوقا دستورية هي قضية اقليم كردستان الذي يعطيهم مرونة في نظام لا مركزي فعلى تركيا اما انتتبنى خيار الحل السياسي او ان تذهب بمعالجة ازماتها في داخل حدودها ان لا تتخطى الحدود في املاءات فضلا عن الطلب الغير مشروع واللي المفروض يكون الرد واضح من قبل الحكومة وبالتحديد من قبل القادل عن القوات المسلحة ما من حق اردوغان يقول انه يجب ان تعتبروا البككة منظمة ارهابية هم لا يمارسون نشاطا ارهابيا في العراق فعلى اي اساس نعتبرهم ارهابيين ونقاتلهم نزولا عد رغبة تركيا وتركيا التي تحارب في حرب مياه وتقتحم حدودنا دون مبرر والى الان هي لا تستأذن حتى بالقيام بعمليات عسكرية فضلا عن انها تستهدف قرى عامنة وناس بصطاء يستهدفون بهذه العمليات وهذا يتنافى بقيم الانسانية حسنا معنى كلامك دكتور معنى كلامك انه موضوع التواجد العسكري اللي بذريعة وجود حزب العمال في شمال العراق بعض سئلوا ليش من حل الموضوع باتثاقية مثل ما صار ما بين العراق و ايران تسوي اتثاقية حول هذا التواجد حزب العمال ووجود العسكريات تركي في شمال العراق لكن وفق المعطيات اللي ذكرتها يبدو ان الموضوع مختلف دكتور مختلف جدا اولا المعارضة الايرانية المعارضة كانت الشروطة الايرانية محدودة ورغم محدوديتها لم تلفذ ولكن ايران لوحت بالعمل العسكري ولكنها بالمقابل ايضا لم تقوم بأي عمل عسكري يتنافى يعني وقيود القانون الدولي او مثاق الامر المتحدة في حين تركيا تشتاح العراق اكثر من 40 تموضع عسكري بما فيها قاعدة عسكرية قاعدة جوية تقدم اسناد ودعم لوجستي ثم مبررات تواجد بككا بككا يتواجد جغرافيا في جبل قنديل ايجابكم على بعشيقة بعشيقة النظر واضح جدا على كاركوك والدليل يوم الذي حصلت الأزمة في كاركوك وهذه طبعا من واجبات الحكومة الاتحادية هي تنفيذ آليات ضامنة للتداول السلمي للسلطة اجل حزب الديموقراطي يريد يفتح مقرات حزبية في كاركوك واحتمال ان يفوز باغلبية الحزب الديموقراطي واردة صار اقتتال هدد السلم الاهلي والاقتتال مباشرتها الأردوغان قال سنستخدم اتفاقية لوزان وهو الذي كان يجزم بانتهاءها قال مر عليها ميت عام وانتهت واني راح اطالبه بكاركوك والموصل بمجرد ان وجد النزاع موجود قال انه احنا راح نطالب ضمن اتفاقية لوزان بحق حماية الاقليات وسلتدخل عسكريا في كاركوك علما انه اللي كانوا ضحايا الحادث هم اربعة والاربعة اكراد يعني الذراع باتت بالحقيقة غير مستمرة حتى ضمن منطق الطرح يعني انت تقول انه التركمان مهددين وسنقتحم للدفاع عن حقوق الاقليات والتي هم متوفين الاربعة اللي راح ضحايا الحادث هم اكراد ففيه تقدير انه بدأ يوسع من دائرة الذرائع ويجب ان لا نقبل هذه الذرائع لانه القادم اخطر وبالمناسبة من الحكمة العالية جدا والتي بها سبق النظر من مرجعيتنا الرشيدة هي المطالبة بالحفاظ على القدرات القتالية في الداخل العراقي الان وهذه مرحلة بعيدة وضح لنا اكتر دكتور بالحقيقة المرجعية الرشيدة قالت كلمة والمشكلة احنا هذه الاسلوب الانفعالي اللي نكون به عاقين للمرجعية مع الاسف حاضر قالت حذرت من العمليات العبرة للحدود وقالت نحتاج الى الموارد لتحصن الجبهة الداخلية اليوم احنا مع الموجة الثالثة المتوقعة للارهاب بامثل حاجة الى جبهر صينة والى حشد قوي متماسك لم تعبث به الابعاد السياسية والى ملع وسد الثغرات في الحدود العراقية لانه جبهة لستهدد في الايام القادمة طيب المرجعية الرشيدة قرأت هذه المعطيات بسبق نظر عجيب وبالمناسبة هذه معادلة احنا نعتبرها نوع من الادفانتيج او نوع من يعني الكفاءة العالية لضابط الركل الناجح اذا استبقى نظر الأحداث لمدة أيام في الميدان فما بالك من يتحدث في صدور الفتوى المباركة والى الان رح يصرنا كم سنة وهم ومرجعية الرشيدة قرأت هذه المعطيات لذلك في تقدير ان احنا امام استحضارات معركة طيب نحتاج فيها الى رصة واضح رص الصفوق واضح وهذه المناكفات السياسية يجب ان نبعد عنها مواردنا القتالية واضح الجيش الشرطة والحجز الشعبي خلينا احب ايضا بياس سياسية المستقلة سيد عمر الناصر اهنا بكم معنا سيد عمر وبخصوص تقديم رئاسة تركية مذكرة للبرلمان تطالبها بتامديد عمل بقاءة جيش تركي في شمال فيها سوريا وايضا فيها العراق سيد عمر تعتقد ان بغداد قادرة على المعالجة السريعة لهذا التواجد وهذا الخطر التركي وابرام اتفاقية او اتفاق امني مع انقرة مشابه الاتفاق الذي جرى بين العراق والجمهورية الاسلامية وتحييد حزب العمال الكردستاني مثل ما صاروا يا المعارضة الايرانية ممكن هذا الموضوع بغداد عندها القدرة هناك اختلاف جذري بين الموضوعين تحية مسائية لجنابك الكريم ولضيفك الكريم في الطرف الاخر يعني الموضوع هو مختلف تماما موضوع الاتفاقية الامنية ما بين العراق وايران هي تختلف كثيرا عن الوضع الموجود ما بين العراق وتركيا إذا لقينا نظرة واقعية على الهجمات النوعية التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني البككي داخل العمق الايراني داخل العمق التركي عفوا ستجد بأنها في اليوم التالي مباشرة تكون هناك هجمات شرسة للطيران التركي وخرق للأجوال العراقية ودك لمعاقل الحزب العمال الكردستاني وربما تطال بعض القرى التي هي ليست ليست بمنأة أو ببعيدة عن نيران المدفعية أو طالت مدنيين سابقا نعم وقد طالت مدنيين سابقا هذا يعني بأن بأننا اليوم علينا أن نراجع الأخطاء والهفوات التي مرت بنا سابقا وأن يكون لدينا تحركات سريعة من خلال إعادة مراجعة وتقييم لجميع الاتفاقات ولجميع البنود العالق ما بين الدولتين وعلينا أن نكون موضوعين وليس بالضرورة أن نكون حيادين علينا فصل الملفات فصل الملفات التي هي اليوم متشابكة وتذهب إليها تركيا وتقحمها بأي شكل من الأشكال من أجل خلط الأوراق ومحاولة نين المكتسبات من خلال المساومات السياسية أو من خلال بعض الأوراق التي تضغط باتجاهها مع العراق اليوم طيب سيد عمر لكن بالنسبة للبرلمان التركي تعتقد راح يوافق ويمنح الحكومة والقوات العسكرية ذات المدة اللي طلبتها الحكومة لو أكو احتمال تتقلص لو أكو احتمال يرفض البرلمان هذا التمديد يعني حسب اعتقادي بأن البرلمان التركي إذا رأى بأن هناك ضرورة للدفاع عن الحدود الإقليمية من خارج الأراضي فسوف يذهب للدفاع عن لإصدار مثل هكذا قانون هكذا قانون أو هكذا تمديد حسب اعتقادي اليوم إذا إذا رأينا الموضوع بعدسة عين السمكة سنجد بأن الاستراتيجيات المتبعة لدى بعض الدول هو أن يكون هناك دفاع عن العمق الأراضي من خارج الأراضي أي من الأراضي التي هي موجودة في دول الجوار أي بما معنى تحرك استباقي قبل أن يكون هناك أي دك أو أي حجمات نوعية سواء كانت للإرهاب أو لجماعة المسلحة أو مثلا على سبيل المثال البككي أو حزب الحياة أو الحرية وإلى آخره اليوم لابد من أن يكون هناك اتفاقية أمنية أو الذهاب إلى إنشاء أو خلق مجلس استراتيجي إقليمي للحوار ما بين العراق وتركيا وإيران هل سبق وزير الدفاع العراقي ممكن أن أن يكون أكو باب فتح لإيجاد اتفاق أو توافق؟ يعني مثل هذا الموضوع هو بصراحة موضوع سياسي بامتياز اليوم إذا رجعنا على بعض يعني الأخطاء الماضية التي التي ذهبت إليها بعض الجهات السياسية أو التي ارتكبتها بعض الحكومات العراقية السابقة سنجد بأن القاسم المشترك هو الصمت ولا يتوجد هناك أوراق ضغط كبيرة على الجانب التركي أما في هذه المرحلة بالتحديد هناك مسألة مهمة ذهبت إليها تركيا وهو أنها شعرت بأن هناك صعقة ومفاجئة عندما فرضت محكمة النزاعات التجارية الدولية في باريس الغرامة التي قدرها مليار ونصف مليار دولار على تركيا بسبب تصديق النفط من خلال أراضي إقليم كردستان وعبر الأراضي التركية وهذا أثار حفظة أنقرة بأي شكل من الأشكال وكان هناك زيارة متوقعة للرئيس رجل طيب أردوغان إلى العراق لكن بعد أن فرضت المحكمة التجارية الدولية هذه الغرامة تريث بالمجيء وكان هناك تحرك من أجل أن لا تنفذ مثل هذه الغرامة لأنها ذهبت إلى تقليب الأوراق القديمة وطالبت بتعويض منها العراق بقدر 950 مليون دولار إذن الموضوع يحتوي على جنبات سياسية بامتياز أعتقد أن الاتفاقية الأمنية لنرجع عليها ربما سوف تكون واقع حال في نهاية المطاف إذا ما تخلت بعض الجهات السياسية عن التعاطف الموجود في جبال قنديل وجبل هولكورد وإلى آخرين تقصد الديمقراطي الكردستاني؟ لا لا أنا أتحدث عن اليوم البيت الكردي هو منشطر إلى قسمين أربيل تعاون سليمانية مع هذا الملف مع الحكومة المركزية والجارة إيران كان بي سلاسة ربما لكن بالنسبة لديمقراطي والقوات الحزب العمال موجودة في مناطق دهوك وغيرها يعني الموضوع يم أربيل تعتقد راح إذا كانت هناك اتفاقية أو فتحوا باب لحوار مع تركيا تعتقد راح الديمقراطي يتعامل بالسلاسة ذات هم اللي يتعامل بها الوطني أو الاتحاد الوطني؟ يعني دعنا نركز على موضوع البيت الكردي وخصوص هذا الموضوع نعم منذ الأزل كان هناك يعني كانت أربيل واضحة بموضوع حزب العمال الكردستاني وتوجده في جبال قنديل وإلى آخره أو في العمق العراقي لكن كان هناك تعاطف من قبل السليمانية بخصوص هذا الملف وإن كان هو يعني ربما توجد فيه جنبة سياسية من قبل بعض الجهات الأخرى التي هي تريد البقاء أو تواجد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق لتكون كورقة ضغط باتجاه الدولتين أنا أقول بأننا اليوم وصلنا بالاتفاقية الأمنية مع إيران إلى أربع نقاط أساسية وهي أعتقد بأنها نقاط محورية مفصلية وجوهرية بإمكانها أن تحل عقد كثيرة في المرحلة المقبلة وعملية إزالة وتفكيك معسكرات البككيكي بالإضافة إلى عفواً الجماعات الكردية المعارضة على الحجود ما بين العراق وإيران زائداً عدم وتسليم المطلوبين ونزع السلاح بالإضافة إلى أن تكون هناك منطقة عشرين كيلو متر ما بين الحجود العراقية الإيرانية والحدود العراقية العراقية الإيرانية عشرين كيلو عرضاً هي خالية من السلاح والمسلحين لتكون بمثابة أرض حرام حتى يكون هناك استقرار وديمومة واستمرارية لأن تكون هناك عدم وجود زعزعة بالأمن في هذه المنطقة إذن الموضوع إذا تكرره وذهبنا إلى لجان تنسيقية مشتركة ما بين العراق وتركيا بنفس الصيغة وبنفس الآليات واعتماداً على المصالح المشتركة وحفاظاً على الأمن القومي للدولتين أنا أعتقد بأننا سوف نحقق قفزات نوعية في مجال العلاقات ما بين الدولتين لكن تسألني هل سوف يكون هذا الموضوع سهل للغاية؟ أنا أؤكد لك بأن الموضوع صعب لأن الجغرافية الموجودة في تلك المناطق تحتوي على جبال وحتى جي بي أس لا يمكن أن يصل إليها طيب دكتور أحمد إن منح كما يتوقع أن يمنح هذا التفويض سنتين أو سنة أو ما نعرف المدة لكن بالأكثر راح يمنح للحكومة التركية بقاء قواتها العسكرية في شمال العراق خصوصاً لكن ممكن أزيد هذه القوات التركية بأي المناطق تعتقد راح تتوسع في شمال العراق ممكن تكون هذه العمليات عسكرية متقطعة ممكن يكون اشتياح موسع بالحقيقة هناك محاذير لأن مسألة الموافقة ربما هي مأخوذة مسبقين يعني أردوغان بموجب التعديل الدستوري الذي أجراه جعل الفوقية للقرار الذي يتمثل به بوصفه الرئيس المطلق الصلاحيان وأنه مجرد يعني يستأنس برأيي البرلمان لذلك البرلمان سيوافق الخطورة تكمل أنه يرغب في توسيع العمليات وحالة ضعف واضح جداً في الجبهة الداخلية في سوريا لأنه لم تتحرك فقط القوات التركية القوات التركية الآن تتأمن مضلة وغطاء جوي لضربات الخطورة تكمل في تحرك الجماعات الإرهابية وهذه الجماعات الإرهابية كما قلت الجناح الأخطر فيها الإيغور بدأوا يمارسون ضربات موجعة وضربة الكلية العسكرية إلى الآن أصابع الاتهام تشير إلى هذه المجموعة اللي هي مرتبطة أيضاً ربما بالنصرة لكنهم من جماعات الإيغور هؤلاء مغول ولديهم قدرات قتالية عالية جداً وقدرات تسليحية لأنه يمتلكون الدرونات ويحركوها علماً أنه التقنية اللي استخدموها قد يمتلكون الدرون لكن مسألة قيادة الدرون بهذه الطريقة كيف حصلوا على الدرونات المتقدمة السلاح، آليات التنفيذ منظومة القيادة والسيطرة لهذه الدرونات التي مع الأطمار الصناعية بتوجيه دقيق وتوجيه مثل هكذا ضربات نوعية معنى ذلك أنه تقف خلف دول من هي الدولة التي تستهدف الجيش السوري لإضعافه بهذه الطريقة وبهذه الكيفية؟ فمعنى ذلك إذا ارتخت القبضة في سوريا تلقى أي نحن سنتأثر؟ مخيم الهول لا زال قبل موقوته يصفها الجميع فما هو الضامن؟ قوات قصيد بعد تلقيها الضربات هل ستتبكن من إحكام القبضة على المخيم أم أنه عقد المخيم سينفرض؟ والمخيم قد يكون غطاء تنضوي تحت تسرب الجماعات جماعات أيضا من اللي هي طليقة الآن ومسلحة تسليح وتقتحم الحدود العراقية وإحنا لازمنا بالحقيقة يعني نحتاج لترصين الحدود ففي تقديري هل سينجح الحوار لوزير الدفاع؟ لأن الشروط المسبقة واضحة جدا أخطر هذه الشروط أنه يجب أن تعتبرون البككة منظمة إرهابية وإذا اعتبرتوها منظمة إرهابية يجب أن نقوم بعمليات مشتركة لقتالهم أي بمعنى أنه ندخل حرب جبلية مع البككة هذا الموضوع بحاجة إلى وصول قواتنا الاتحادية إلى شمال أو حدودنا الشمالية الإقليم خصوصا أن الديمقراطي راح يسمح بهذا الموضوع؟ أنا على يقين الديمقراطي يعي الأزمة وأن الضرب بات ذات بعد قومي وما جرى في كاركوك لاقص خطر حتى بالنسبة للحزب الديمقراطي ثم نضع مثل هكذا معادلة أمام الاستحقاق الوطني نحن نحرك قطعات ونطالب بقضية الانسحاب التركي تأميناً أو تنظيفاً لجبهة الداخلية من أي تواجد وأنا ذاكذا اعترض الحزب الديمقراطي في كل حادثة الحديث شكراً لك وصلت الفكرة دكتور أحمد الشريفي الخبر الأمني كنت ضيفاً كريماً وشكراً جزيلاً وسياسي المستقلة سيد عمر الناصر شكراً لكما دا المشاهدين ننتقل سوياً إلى ملفنا لآخر وأبرز ما ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 عالج البنك المركزي لا الموقف يوميا دا يتعقد يعني هذا أساس سهل حضرتك من شهر الدعش منصة فلتر منصة جديدة لازم تطبقها بمعايير جديدة شهر الثاني عقوبة على أربعة مصارف وإخراجهم شهر الرابع تم حقيقة وضع الدولار بيد بعض المصارف يعني تبع بعض المسافرين لجانب شهر السادس تم إيقاف البطاقات الذهبية اللي تذهب إلى الدول وتم عملية التحويل بها نهائيا كل إجراءات الخزانة والفيدرالي شهر التاسع عقوبة على أربعة عشر شهر الواحد أربعة وعشرين إيقاف دور البنك المركزي كمراسل فهذه الجملة من القرارات اللي يتخذها الفيدرالي وحقيقة حتى موضوع تخفيض نسبة حصص الكاش يعني الآن البنك المركزي خفضها النصف بمعازنة الفيدرالي هذا كل تعاملات تحتاج إلى تصرفات سريعة من قبل البنك المركزي نحن حقيقة بالتأكيد يعني الأداء الحالي يحتاج إلى تطوير يحتاج إلى إضافة يحتاج إلى سرعة بالتعاملات يحتاج إلى أن نحن نفهم رؤية الفيدرالي لأمريكو الخزانة الأمريكية بالتعاملات نحتاج إلى تعامل أمني موضوع المنافذ والتهريب وغيرها من الأمور لكن بالمجمل نحن من مصطحتنا أن يستقر سعر الصرف في العراق ومن مصطحتنا عدم إبادة القطاع المصرف العراقي خليف همن المواطن الكريم إذا أحنا بالوضع الحالي أنا أعتقد الأزمة الحقيقية التي تهدد وضعنا الآن أصبحت ليست دولار بالشكل المباشر بقدم القطاع المصرف والعمل المصرفي كذلك السيولة في بعض المصارف نحن نبحث عن الاستقرار البنك المركزي العراقي الآن في وضع أنا أقول لك حرج لكن شن الحل إذا أحنا مثلا التصريحات الأخيرة اللي روترز المسؤول في بنك المركزي العراقي اللي تم نفيها حسنا من ديجي تسألني تقول لي أنت صدق التصريح أو صدق النفي أقول لك واقعي أنا صدق التصريح لكن بما أن أنا قاعد بهذا الشعر الوطن وهذا عملتي وهذا وضعي أنا صدق البنك المركزي الآن ليش أبحث عن الاستقرار فأنا أعتقد أننا يجب أن نتجه نحو الاستقرار شون الاستقرار؟ نضع استراتيجية ووضع مع الأمريكان نتجه إلى خطة هذه الخطة بها أشياء آنية مثلا التي بي آي يفتح حسابات للتجار ويخفف الضغط يا تجار دكتور مصطفى التجار اليوم خايفين المطهم فلوسهم ودائعهم أو حوالاتهم شلون راح يصير عدة ثقة بالنظام المصرفي حتى يودع فلوسه والمصرف بدون ودائع الناس راح تعاني من أزمة طبعا نحن نطالب البنك المركزي خلال الأيام القادمة وإن شاء الله يكون حقيقة عند القدرة على فحص سيولة المصارف واستلام الشكاوي من جميع المواطن الذهبوا إلى مصارف لاستلام ودائعهم بالدولار ولم يتم تسليمها واتخاذ إجراءات بحق هذه البنوك اللي تسييل القطاع المصرفي هل كل المصارف يسويش أقول لك لا 2-3 وأغلبهم واحد منهم حقيقة أجنبي همين هذول اللي يأخذون الدولار يسوون بهم مضاربات كل القطاع أبدا 2-3 هذا طبعا منتظم إجراءات البنك المركزي وصدر كتاب قال الوديع اللي بالدينار تستلمها بالدينار بالدولار بالدولارة الآن وبعد حين والحوالات تراجع البنك المركزي عن قضية الحوالات؟ هي الحوالة بيها كتاب واحد الراتب الراتب اللي يجي على شكل راتب يستلم بدأ للدولار دينار على أساس الرواتب هناك فقط بالدينار العراقية نعم أما الحوالة أغراض أخرى أغراض تحويل أغراض تعزيز أغراض استثمار مشروع هاي المصارف من هي ماذا تسويش؟ ومو كل هي بعض المصارف فأحنا نخل فنحن نخل نسأل المصارف فنرحب بك مرة أخرى أستاذ رائد تم استشار رابط العراقية للمصارف الإسلامية وأردت أسألك يعني الإجراءات بشكل عام قبل أن نتحدث عن المصارف البنك المركزي ماذا تشوف إجراءاتها حتى الآن دون مستوى المطلوب لمعالجة هذه الأزمة أزمة سعر الصرف خصوصا؟ بداية أستاذي العزيز أشكر قناة الأيام على ترحب بنا وأشكر الكادر حيق الله الله يسلمك بالنسبة للبنك المركزي وفقاً للإجراءات التي كانت سابقاً يمشي بها البنك المركزي كانت أكو بعض الأخطاء طبعاً وهي التي خلت تكون أخطاء متراكمة بالعمل المصرفي فهذا يحتاج معالجة أكيد ويحتاج إصلاح أنا من رأيي أن هذا الإصلاح والمعالجة أنه ما تأتي في اليوم واليومين والشهر والشهرين تحتاج طبعاً فترة أو تعديل بتدريجي هذه المعالجة ما تجي إلا بضغط من الأمريكان؟ بالضبط هو هنا الموضوع أنه هو المفروض المفروض البنك المركزي يعني عجل أو بالإجراءات بتواصلة ويا مكتب الأصول ويا الخزانة ويا المكتب الفيدرالي لابد أنه يتواصل ويا حتى يحل هذه الأزمات لأنه هو بالأخير المسؤولية على عاتقها لكن مع ذلك أنه الإجراءات أنا برأيي أنه وفقاً أكو أمور كانت بالفترة السابقة ما قبل تقريباً شهر العاشر ألفين واثنين وعشرين هذي شي قبل بتلك الفترة يعني كانت أكو أخطاء بالعمل المصرف الكثير والبنك المركزي أو الخزانة الأميركية من التفتو إلها نعم حاولوا أنه ما يكون المعالجة بكتاب أو بكتابين أو ما تصير هي أصلاً يعني بكتاب أو بكتابين المعالجة لازم تصير بخطوات وحدة الأخرى وهذا يعني هو حتى البنك المركزي الأمريكي البنك المركزي الأمريكي أول ما تأسس بالألفين وثلاثة عشر همين تأسس نتيجة أزمات مالية كثيرة صارت من الألف وتسعمائة وسبعة بدت إلى أن تأسس ألف وتسعمائة وثلاثة عشر وما بعد همين ظل عدم استقرار بالوضع الوضع المالي بأميركا همين يلا أنه باستقرار الوضع المالي فالوضع المالي بشكل عام من يكون بأخطاء يحتاج فترات يلا تقدر تساوي العملية فمن رأيي إن شاء الله ونأمل من البنك المركزي أنه أكو خطوات بالقادم مع الجهات المرتبطة نأمل لسيد رائد لكن تدري أنه الناس المودعين يوم الأحد القادم بعد يومين رح يتوجهوا لكم المصارفكم حتى يسحبون أموالهم نعم من حقهم أموال بالعراقي وبالدولار حقهم وهي هاي المشكلة طبعا مثل ما تفضلت أنه كل المصارف ممكن أنه يصير بها اللي صار قبل يومين أو ثلاثة بأحد المصارف هذا الموضوع هو ولهذا نطلب من البنك المركزي التعجيل بإجراءاته حتى يحل الموضوع لأن موضوع الحوالات لا يمشي بسهولة لدى الزبائن نعم حتى موضوع بيع الدولار للجوازات والعلاج والدراسات كان لا يمشي بشكل صحيح حميا إلا بعد عدة إجراءات هسه تقريبا يعني تقريبا الموضوع ماشي بشكل صحيح ببيع الدولار للمسافرين بس السوق الموازي حتى الآن أي مواطن عنده أي تعامل يريد بالدولار مضطر أنه يروح يشتري ويصرف السوق السوداء بالمئة وستة وخمسين ومئة وسبعة وخمسين السوق السوداء هذا أستاذ يعني يعني إحنا المشكلة هو بس غيع النفط عندنا إحنا ما عندنا يعني غيع يدخل الزبائر نحن من زمان ريعي على النفط نبيع نفطوا نجيب دولار نصرفه عراقي والدولار دا ينزل للناس لكن ليش حاليا الشعب ما اعتمد على السعر الموازي السوق السوداء ليش ما أقدر أحصل على سعر الحكومة المئة واثنين وثلاثين أستاذك ومشكلة كل شي تشبيرة شنية إنه هي المشكلة المنافذ أو كيفية المنافذ مدى يلقيها البنق المركزي لأن أكو منافذ لبيع الدولار المفروض يعني هو فرق من كان باليوم ثلاثمائة مليون وثلاثمائة مليون دولار باليوم الواحد تطلع النشرة مع البيع الدولار وفرق من تطلع سبعين وثمانين يعني أكيد هذا يأثر على السوق على سعر الدولار بالسوق يعني المشكلة إنه أدوات للنوافذ أو للقنوات لبيع الدولار صعبة إحنا فترة من الفترات كنا نذب اللوم على التجار نعم التجار إنه مستحوذين على بيع العملة وعلى نافذة بيع العملة والتحويلات لكن بالمقابل إحنا بفترة من الفترات من صارت الجوازات بيع الجوازات للمسافر بيع الدولار للمسافرين لاحظنا إنه حتى المواطن البسيط بدأ يحاول بأي طريقة إنه يحصل على الدولار بطريقة شرعية أو غير شرعية طيب فالمسؤولية أستاذ العزيز يعني أنا ما أبرر طبعا للتجار لا هو أكيد يعني البنك المركز يتخذ إجراءات صحيحة من لغنافذة العملة ومنسوى المنصة نعم لكن بالتالي المسؤولية كل من إحنا كل من بمكانة هو صاحب مسؤولية طيب أنتم كمصارف يعني القرار الجديد بمنع استلام المودعين تحويلاتهم المالية وبعد ينتم التراجع عن هذا القرار هذا إلى أي درجة سبب إحراج لكم كمصارف أهلية أمام مودعيكم أستاذ هو هذا يسبب يسبب بالسابق ويسبب هذا سبب أول ما منعه أربع مصارف سبب ببعض المصارف هذا الموضوع وبعض المصارف صاروا من هذه الفترة أنه ما ينتون الدولار إلا بسعر السوق بسعر البنك المركزي يعني هذه مشكلة كل الشبيرة على 1320 يصرفون الحوالة أنا أعرف هوا من المصارف فهي المشكلة هاي مو جديدة بصراحة نأمل أنه البنك المركزي همير تفتلها لأن هاي المشكلة دين ظلم بيها المواطن بصراحة يعني من يجي دولار من حوالة خاصة بعملة يعني ما مستلمى من البنك المركزي نفسه هذا لازم يستلمى بسعر السوق ما يستلمى بسعر البنك المركز لأن هنا راح تكون خسارة مصارف لازم تلتزم بسعر الحكومة هذا ممنوع لقضية السوق السوداء مضبط أستاذ بس المفروض ينزل كتاب به هذا الموضوع ينزل كتاب من البنك المركز الصريح هذا الموضوع مثلا ذكره سيد رائد كيف ينحل أنه المصرف أنا قابل أستلم حوالتي أو الفلوس المودعها بالدولار قابل أستلمها بالعراقي لكن يصرف لي على سعر الحكومة وسعر السوق هو 156 57 لا هو أصلا البنك المركزي تحدث عن الراتب يعني موظفين هنا يستلمون راتبه من جهات خارجية فمثل ما الموظف العلاقة يأخذ بالدينار خلي هذا يأخذ بالدينار العراقي ليش داي أخذ عملة الدولار بالتالي يصرقوا فجوة بأي سعر صرف 132 ألف ما معقولة أنا بحطر أشتري من السوق على مية سعر ذالي هو حيصرف هنا هو عايش هنا هو موظف عراقي لا يستمرات من شركة أجنبية قضايا تحتاج أنه أن يدفع لها بالدولار مثل أريد أشتري سيارة مثلا حسا هذا كان قال بنك المركزي مقرار بس اللي صار شنو أنه تجي تحويلات شخصية يجي تعزيز شخصي يجي أموال مثلا لأشخاص هنا مثلا لاستثمار يجي يشتون مشروع يعني أبعضها مشاريع لكن ما تجي بصيقة اعتماد داي أخضرهم دينار هذول هذول تتجار كبار مقاولين مستثمرين كبار هذول داي عرفون كيف يجيبون داي داي يفتح اعتماد ويحاولين كل الزيان المانيج هو سبب السوق السوداء وسعر الصرف أحشي للمواطن البسيط اللي محتاج دولار المواطن الآن سواء كان اللي راتبة وغير راتب وقع في مسجلة الطمع بالدولار ودي سلمون على الديناء العراقي هاي التحويلات الدصير وبها مشكلة أنا أعتقد أوكي موضوع الراتب خلي نقول حتى العادل بين العراقي والأجنبي لكن تقول لي موضوع أي مبلغ دولار لأي غرض معين ما تطهيها تريب للعراق الحمد لله الحدود مفتوحة تاهي الشغلة عند كندستال لسه جديد أجيبك أجيب لك تيجي الدولارات أسهل وأرخص ويبيع عنام 157 غير منطق الموضوع وأنا أعتقد أني يعني على البنك المركز العراقي بعد التصريح اللي ظهر على مجلة رويترز وتم نفيه لكن أعتقد يجي بعدات خطة سريعة لأجل مواجهة السحب السريع اللي راح يصير خلال الأسابيع القادمة وغيار القادمة متوقع يعني ترك الموضوع على الغارب نعم ونشوف تجمهرات أمام المصارف والمصارف يعني مثل المصارف بيروت لا 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 بيروت مفلسة جماعة عدوا 45 مليار دولار تشانو هي رصيد عملة هي مال مودعين هي موجودة ويحق روض فمن هجمة والناس قالهم كشي ما عدنا مجراءات الفيدرالي خلع أرجع بسؤال وجواب مقتضر جدا سيد رائد ممكن نفلس مثل بيروت مصارفكم الأهلية ممكن نتفلس ونشهد اللي جرب بلبنان لا أستاذ ما توقع توصل المرحلة لهكذا مستوى وشفنا اليوم بواقع التواصل الاجتماعي يعني هي مواطنين مودعين دي هوسون وأستاذ بالمناسبة هذه اللي شفنا اللي شفناه بمصرف يعني حتى ما علي مشاكل مالية أصلا الموضوع موهي الموضوع أنه بعض المصارف أنه تريد تحصل الفائدة إلها فرق السعر هذا الموضوع هذا الموضوع نعم شكرا جزيلا لكم مستشار رابط العراقية المصارف الإسلامية سيد رائد زهاري شكرا لك وشكرا جزيلا لكم الخجر الاقتصادي الدكتور مصطفى حنتوش شكرا لكم دكتور وشكرا موصول لكم مشاهدين إلى هنا وصلنا وياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة وإلى اللقاء في حصاد آخر